كشف وزير صحة خليد أيت الطالب قبل قليل من يومه الثلاثة في ندوة صحفية بالرباط أن الطائرة التي سفر على متنها المواطن المغربي الذي تم الإعلان عن كونه صاحب أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم أمسن الاثنين كانت تحمل على متنها 104 مسافرين وأكد أيت الطالب أن المصالح المختصة تواصلت مع الركاب 104 بالإضافة إلى الأسرة الصغيرة للمواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 39 عاما مضيفا أنه تم عزلهم حاليا حيث تراقبهم الأطقم الصحية مرتين في اليوم لرزد أي أعراض قد تظهر عليهم من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتبع الوزير أنه لم تظهر أي أعراض تشير إلى إصابة المواطن المغربي الذي دخل البلد بتاريخ 27 فبراير الماضي إلا بعد مرور يوم على ذلك مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليا ترجمة نانسي قنقر